قدرة مصر على خلق التوافقات هو بالتأكيد طبعا عين القاهرة والدبلوماسية الرئاسية ورؤية السيد الرئيس ودي حتطرح بالمناسبة في اللقاء انه نحن نطرح سيخ توافقية لتقريب وجهات النظر بين الدول الإفريقية وبين المواقف الدول الأوروبية مواقف الدول الأوروبية والستاذ يوسف متنقضة ومتضربة مش في موضوعات خاصة فقط بأمن الطاقة لكن في أغلبية القضايا يعني موضوع التعوضات موضوعات اللي هي بناء الاقتصاديات الإفريقية خطة الإلزام الأجزاء الخاصة بموضوع الأمصال اللقاحات المجمعات الطبية في أفريقيا تفاصيل كثيرة أنا همني كمصر حضرتك أن أنا بتحرك بعدة أزرع دبلوماسية الرئاسية علاقات جيدة الرئيس السنغالي كان عند حضرتك في تحركات مصرية دبلوماسية على أعلى مستوى في القرى الإفريقية بتحرك بدوائر متعددة ليك حضور من الدول الإفريقية فبالتالي أنت بتطرح هذه الرؤية مصر الرؤية الخاصة اللي هي كانت في 2000 اللي تبنت عليها اللقاءات دي الست اللقاءات اللي هو بالسادس ده كانت أيمى على فكرة أن نحاول نقرب مع الأوروبيين بمقربة واقعية ده اللي هيحصل في المؤتمر أن حضرتك هتطرح إيه نقطة التوازن في أغلب القضايا معنى ألا يكون هناك صدمات القاهرة طرحت زي ما حدك فيها كانوا مبادرة إسكات البنادك وبعد شوية قلنا قوات حفظ السلام قلنا بعد شوية حل وتحليل الصراعات يبقى فيه تفكيك لعناصر الأزمات والبؤر في القرى الإفريقية فمصر بتطرح رؤيتها انطلاقا من مصر إحنا الأعضاء الرئيسيين اللي أسسنا التحاد الأفريقي فأنت عندك حضور كبير جدا في أفريقيا وإنت استثمرت في وجودك خلال الفترة الأخيرة الأوروبيين بيتعاملوا معاك من منطلقين أولا فرنسا وهي منطقة قطرة للتحاد الأوروبي كما تذكر والألمان علاقتك جيدة بهم وبالذات فرنسا فالنهاردة أنت بتتكلم على أصص أن فرنسا هي الممثلة للأوروبيين لكن هناك صراعات بقى بينية أخرى في التنافس على أفريقيا زي ما حضرتك بتقول هي فرنسا بينفسها مين في أفريقيا دلوقتي؟ الصين الصين بينفسها الولايات المتحدة بتنفسها هذه القوى المنوقة وبالتالي هي تريد أن تدخل هي الأخرى في مجالات الاستثمارات رئيس السيسي دي مقولة تملي قرارها في المنتدات الدولية أن أفريقيا قرى جاذبا للأستثمار فيه جاذبية الأفريقية تستثمارها بس زي ما حضرتك طرحت السؤال والإجابة الخاصة بيه أن الأفريقيا النهاردة تعرضوا إلى يعني شد وجذب مع الاقتصادات الدولية وفي تدخلات فيها فالنهاردة كانت فكرة التعودات في النظم الدولية وستاذ يوسف أن حضرتك تدخل في النظام الدولي وتعمل تصويب لمصاره النهاردة عشان نكون أمناء فكرة العلاقات الدولية البينية والعلاقات بين القرات بعضها وبعض الأمور اختلفت تماما النهاردة سيادتك كده بتحط أجنتة جديدة للعلاقات الدولية مش في أفريقيا وأوروبا بس الأولويات اللي حضرتك هتشتغل عليها في عالم العالم خلال السنوات المقبلة حضرتك حطت عنوان مهمة أوي ليه الرؤية المشتركة عشرين ثلاثين بين القراتين لكن هناك كم كبير من القضايا اللي حتطرح في الفترة الماضية ستتجاوز الأمور التقليدية يعني مش هيبقى فيه نزاع على السلاح ما فيش هيبقى نزاع على القضايا التقليدية إن أنا أفق أو أحل صراعات حدودية القضايا دي انتهت النهاردة الصراع على إيه؟ المجمعات العلمية الطبية في أفريقيا وفي أوروبا نتوافق بمعنى إن حضرتك النهاردة في طرح أوروبي إن منطقة زي جنوب أفريقيا والسنغال وأغندا يبقى فيها توطين لبعض الأمصال اللي هي موجودة في فرنسا وألمانيا إن أنت حضرتك بتطالب بالاعتراف ببعض الأمصال اللي هي ما أخدتش سمع دولية يعملوا لها اختبار وما إلى ذلك يعترفوا بالأمصال العربية والإفريقية واللي موجودة في عدد من دول الأقليم كل ده مرتبط برؤية دولية أو مقربة دولية مش هتقدر تعمل لحضرتك ده النهاردة نفس الكلام ما تيجي تطلب مثلا حضرتك على سبيل المثال تطوير الصناعات الطبية النهاردة هل في أفريقيا فيه إمكانيات؟ آه فيه إمكانيات بس محتاجة تمويل التمويل ده زي ما قلت لحضرتك الخطة المستهدفة وتخصيص الأموال مش هتلتزم بيها أغلب الدول يعني ليه؟ لأن النهاردة فيه صراعات على مناطق النفوس في أفريقيا الرئيس الفرنسي النهاردة على سبيل المثال اتكلم على أولويات فرنسا في المطال ما تكلمش في كل اللي احنا بتكلم فيه بيقول لك جنوب السحر والسحراء بنتكلم على عودة الإرهاب المنظم الممثل في حزام الإرهاب اللي موجود فيه نيجيريا وهو حرام والمنطقة بتاعة غرب أفريقيا ده هي الأولوية للرئيس الفرنسي فما تيجي تقول له لا أنت إدي دعم وإدي تمويل وإعادة تعويم الاقتصاديات الأفريقية ده مش أولوية عنده لكن ما تيجي تقول لروسيا والصين النهاردة مناطق نفوسكم محتاجة لده إعادة تأهيل الاقتصادات الأفريقية ده مجهود دولي محتاج خطط نعاش لهذه الدول مش مجرد مؤتمر إحنا هدفنا إن إحنا نحدث نوع من التوفيق التوازن في عرض المواقف إن إحنا نجيب لأفريقيا جزء من الحقوق المسكوبة لأنه دي نقطة مهمة جدا ودي مسئولية الدولة ده مصر على اعتبار إن إحنا أسسنا التحاد الإفريقي علاقتنا بالعالم جيدة بنستثمر في العلاقات دي لصالح أفريقيا إيه اللي هناخده؟ لأ حيبقى فيه مكاسب كتيرة للدولة المصرية فيها ومكاسب على أعلى مستوى لأن حضرتك النهاردة ليك مصداقية في التحرق في الإقليم وخارجه يعني أنت بتتكلم فيه علاقة جيدة بدول الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة بتتكلم على علاقتك الجيدة بالأطراف الدولية يعني في الصين بتتكلم على علاقات مع روسيا بتتكلم مع حتى الولايات المتحدة لها رؤية مقاربة فبالتالي أنت النهاردة بتستثمر في علاقتك لصالح أفريقيا